بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم تابعين قناة عرب كنو رينيكس معكم عبد المجيب الدرس هذا عدته كثير بصراحة هذه المرة الخامسة والسادسة كل شوي يصير في مشكلة وبعدين عيد الدرس طيب اليوم بتكلم عن كلام اي في تمام كلام اي في هبارة عن برنامج خاص الفيروسات اول شي اركب برنامج فيروسات ولا ما اركب وهذا السؤال اللي بيجي اكيد اذا كنت مستخدم الحالك وما يهمك الجزء الثاني حقات الويندوز لا تستخدمه لان اغلب المرامج حقات فحص الفيروسات الموجودة على لا تستخدم حص ملفات او فيروسات ويندوز تمام ما بتحتاجه تمام من الاخر ولكن اي انت رجال حاب تنظف جهازك جيبوه تمام الفيروسات ما بتضرك انت استخدم ما بتشتغل عندك فيروسات ويندوز ليش استخدمه طيب ليش ما وجود البرنامج هذا في اسباب اولا ما بتابع تصير انت عبارة عن ناقل الفيروسات يعني اه ممكن احسن مثال هذا ديتول جيفين هذا اوكي قلنا نفترض هذا اللينكس عبارة عن ديتول ما يعني تخيلت ديتول نفسه عبارة عن مطاهر فيروسات يعني هو انحاله مطاهر فيروسات تمام فهو نفسه ما بيجي شيء ولكن غطى العلبة هذا ممكن ينقل الفيروس لانه هو غطى ما فيه محنول نفسه فانت نقلت في الكمبيوتر الفيروس عندك وعطيته شخص ثاني تمام فالو جاء عندنا هذا الشخص العزيز تمام هذا استخدم ويندوز مثلا طرفي اندرويد ثم جيت وعطيته الملفات الموجودة هنا وخرب فانت ما تبقى تنقل ممكن عندك ايميل حاب تسوي له فحص قبل ما ترسل واحد ثاني ممكن وهي الميزة الافضل يكون عندك سيرفر عليه قينو لينكس والسيرفر هذا بتدخله ناس وتاخذ منه ملفات تمام فما تبقى الناس تاخذ ملفات مضروبه ممكن واحسن شوي يكون عندك سيرفر مقصص الفحص الاجهزة بحيث ان السيرفر هذا في نهاية كل يوم عمل بل عمل مثلا عندك والله 500 جهاز تمام السيرفر عندك رح يدخل على الجهزة هذي يسوي الاسكان يدور الفيروسات وبعدين اخر شي يطلع الفيروسات عندهم ويجيب على السيرفر يخزنا بمكان معين بحيث انه لو تم نقل الفيروس مهم او ملف مهم ممكن نرجعه لصاحبه بدأ ما كتبت 500 مكافحة رسلات على جهزة افحصها عن بعده خلاص تمام هذي بعض الميزات اللي موجودة تمام طبعا نفحص عن بعد ترايمي صراحيات مستعب تدقى لجهاز انه يفحصك فيروسات كيف لازم تجي برنامج اوبن سورس هذا البرنامج عبارة عن برنامج افتوح المستر اوبن سورس تحت رخصة TPL بحيث انه برنامج يكون حور او كي نقدر رح نستخدم هذا البرنامج كيف انتبته سودو اد كت انستول كلم اي بي انا راح استخدم سطر اوامر لكن ترى البرنامج يوجه رسوميه له ما بتستخدم واجهة رسميه ليش لانك اذا كنت تدير السيرفر ما بتستخدم واجهة رسميه تدخل عن طريق ال SSH اذا كنت مستخدم Gino Linux كيف تفهم بالطرفية عشان تضبط نظامك صح تسيطر عليه فيه برامج قوية جدا ولكن ما لاواجهات رسمية هذا الواجهة الرسمية الشغل الثالث انه احنا بنحتاج نسوي كرون بعد شوي والكرون عبارة عن فحص تلقائي وتحديث تلقائي وانا اخر فشغلات بالطرفية احسن تمام اوكي هذا التحميل عن طريق ابونتو لينكس من تبيان الى اخره تمام طيب ما تدري وش توزيعتك جلب الامر هذا ما اشتغل ما ثبت شيء طيب رح نروح لفيدورة ويوم انستول كلام اي في ما اشتغل هذا الامر مع انك تستخدم توزيع غير الفيدورة ممكن تستخدم زبر اللي هو حق الزوزة ممكن تثبته من مدير البرامج عندك ممكن باكمان طبعا باكمان ما يحتاج مستخدمين الارتونيكس كيف تعرفون انه انكم تستخدمون الارتونيكس تمام كلام اي في التوزيعات الباقية جنت و سلاكوير و الاخير انتم فهمين كيف تستخدمون البرنامج طيب كيف نسويش كان اولا وقبل كل شيء تكتب سودو فريش كلام ليش علشان نسوي تحديث القاعدة البيانات طبعا انا مسوي تحديث وخالص كلمة دي قلت كثير صراحة سويت تحديث وخالص لانه قبل الفيديو سويت لانه يتاخذ وقت طويل صراحة حسب صراعة الاتصال عندك وليوم صراعة الاتصال عندي ميت اوه 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 قنوم شل ولا صار حبة طيب النقطة اللي بعد هذه كيف نبدأ نفحص الحين انت اذا بتفحص ملفاتك الخاصة ما بتحتاج الى الصلاحيات لانك انت يوزر ملفاتك لك تقرس و السكان ولكن انت بتفحص الكمبيوتر كامل لازم تفحصه عن طريق صلاحيات مستخدم الروت طيب كيف نفحص اوه شيء مجلد واحد طيب نقول بسم الله نفحص مجلد ديكيمونتس عندي لنفترض مجلد ديكيمونتس هذا مجلد مشترك كل اللي نحط في ملفات وحاب اشيك عليه في شيء ولا لا تسوي الامر هذا كلام سكان قبل كل شيء نسوي ناقص ناقص هلب انتر هذا بيعطيك الاشياء اللي انا بتكلم عن اليوم ما راح تكلم عن كل ذي بتكلم عن اهم الخصائص ولكن ممكن تمر عليهم تفرج في حاجات حلوة ترى طيب فاذا بسوي سكان راح اكتب كلام اي في لا كلام سكان تمام وبعدين احط اسم المجلد اللي هو دوكيومنتس انتر جلس تذا شوي خلاص هذا سكان سامري عبارة عن خلاصة الفحص نون فيروسز اللي هي الفيروسات اللي يعرفها البرنامج هذا عددهم استارة البرنامج المجلدات اللي تم فحصة هذا اللي هن الملفات اللي تم فحصها واحد صفر حفظا اللي ليس ملفات عندي هنا الملفات المصابة صهر الداة سكان صهر تمام لما في شيء اللي تم فحصه طبعا الداة اريد اللي هي القراءة اعطيك ساعة القراءة هنا ثم الوقت المستغرق طيب لاحظ انه فحص مجلد واحد بينما انا عندي مجلد ثاني موجود بالدوكيومنتس ليس ما يسوى له فحص لان انا ما قلت له لفحص مجلد واحد واللي هي واجهة المجلد كيف خليه يفحص راح نستخدم خصية ناقص R تمام راح نكتب ناقص R تمام ثم نحط الان راح اضمعي انه دوكيومنتس راح اضمعي الحين انه راح يسوي لي فحص لدوكيومنتس ولداقر الدوكيومنتس انتر انا ما ادري مجلد دروبوكس اللي حين موجود عندي حذفته من زمان راح حذفك اليوم طيب لاحظ انه حين تغير الرقم قبل شوق الواحد الحين قبل اثنين ليس لانه لقى مجلد ثاني يدخل داخل هذا المجلد وسوى له فحص كذا تقدر تفحص طيب هذا المجلد وهذه المجلد التحته فحصنا بالطريقة هذه طريقة الار هل في اشياء ثاني مفيدة نعم في عندك خاصية ثانية اللي هي ناقص ال ناقص ال عبارة عن انتهم المادة تهمك انتو لا لا الهم ان يحفظ لوك اللي هو ملف سجل الاحداث اللي صارت لذلك راح اصوي ناقص ال ثم اكتب اسم الملف سكان دوت تيكستي ماذا هذا ملف نصي راح يكون فيه النتيجة حق السكان ثم اكتب المجلد اللي بي دوكيومنتس انتر راح شوي نايف ستر يسوي بس اشي يسوي الحين راح يعطيني مجلد او عفوا ملف اسمه سكان دوت تي اكستي لو سويت كات سكان دوت تي اكستي تمام انتر لاحظ انه محفوظة فيه النتيجة هذه عشان بعدين اقدر ارجع له طيب في عندنا خاصية ثانية الان لاحظ معي يا عزيزي انه لو سويت ابي سوي سكان للكمبيوتر كامل شيف رزعاجة اللي بصير الحين طبعا لازم تختم سودي بسوي الكمبيوتر كامل سو دو كلان سكان بعدين ناقص ار ليش لانك بتسوي الكمبيوتر كامل لو محطة ناقص ار ثرى ما بيفحصي اعطيها العبرات طيب بيفحص وجدد اللي بالوجه بس طيب ناقص ار ثم اذا بتحفظ لك حط ناقص ل عشان تحفظ لك بتسميه سكان دوت تي اكستي مثلا طبعا موجوده ثم انا بي اسوي اكسكلود في هذي خاصية جميلة جدا اللي هي اكسكلود هذي عبارة عن خاصية تسوي تجنب المجلد معين انما تسوي له فحص فأنا بيسوي اكسكلود للهوم ما بييفحص الهوم للملفات الهوم فيه كثيرة وما بيخلص الى بكرة تمام ثم اجل حين واكتب المكان اللي حابة سوي له السكان اللي هو الروت هذا الجذر شخط واحدة انتر تاكي امدير وقت فرج عليه اوكي امم ترى ما رح يخلص الى بعد سبوع بس عموما حسب سرعة جهازك هو بيخلص زين متى ما خلص وقفه كيفك انا رح اوقفه الحين تمام طيب وقفناه كان شيفت جوجل توك قبل شوي شكل ايش تخدمته ولا حذفته طيب فيه بعد ما سوينا سكان الحين طبعا لاحظ الخاصية اللي سوينا قبل شوي انه سوينا تجنب للديركتور حق الهوم اوكي لمبه تمام طيب استخدم الخاصية هذه عشان ما سوي فحص الهوم انا تممكن تخطى ملفات معي كيف ممكن انك تتخطى ملفات بالشكل هذا انك تقول افحص كل شي وترك الملفات هذه مثلا PNG مثلا ملفات اللي فيها PNG لا تفحصها مثلا تمام طيب الان كم مرة قلت تمام اليوم سجلوها عندكم حين بيجي واحد تقول لها كذا ما تقول تمام في خاصية مهمة جدا خاصية ريموف هو يسوي لك سكان بس ما يعطيك مسح طيب شفتم ملفات اللي عدت قبل شوية كثيرة صح انا ابي اشوف ملفات المصابة فقط لذلك ممكن استخدم نفس الامر اللي قبل شوية سويت لبسكان هذا أبوي طيب ممكن استخدم نفس الامر ولكن اضيف خاصية ثانية بعد هذه طبعا اللي هي ناقص انفكتد يعني نطل علم ملفات المصابة ايش رح يسوي تمام هلا وريكم رح اسوي سكان السودو رح اسوي اكس كلود للهوم عشان ما يطول عليه تبونا على بلاطة ما يكم تشفو ملفاتي اكس كلود داير هوم انتر الاحين رح اسوي اسكان ولكن ما بعطيك النتائج الكثير قبل شواليش لانه هنا بيقولك إذا حصلت فايروس بوريك اسمه او بوي واشن هوبو ذي وورننج وين هوبو الفيروسات الدوري اه اسكت فور لا ما فيروسات يعني بليك وانا خفت فرميشن دنايت طيب رح يمشي ليه ما يحصل انه عنده فيروس بيقولك فاوند كلمة فاوند يعني فيروس طبعا هو هنا فايلد لانه فيه شغلة هنا تسألت عن هذا التلميز وفضاء النظام عندي طيب كيف اقدر اعمل نقل الفيروس ما احذفه تمام فيه عندك طريقة للحذف اللي هي انك تحط ناقص ناقص ريموف ولكن ترى رح يحذف ملفات الموجودة يعني الملف هذا رح يشك انه فيروس يحذف ممكن يكون فيروس تمام وممكن يكون فيروس وانتبيه طيب فيه خاصية جميلة جدا اللي هي موف انجل لا تحفظ موف حط عندك هوم اذا عندك مثلا انقروا عادو مجيب دوكو منتش تمام خلاص الانشي بيسوي هو اذا لقى فيروس يبيسول موف يبيحرك من مكانه ويودي هناك في شيء يحسن من هذا كله بدا الموف ممكن تحط كوبي نسخ احفظ نسخه ولكن ادركه في مكانه تمام طيب حذف وشغلات كثيرة ثانية اذا كنت استخدم واجهة رسمية وحاب تفسع صدرك في خصية حلوالي خصية بل نقص نقص بل هذي اذا لقى فيروس بيعطي كرن تمام طيب تقريبا هذا الاشيئ كتبت ها يتكلم معنا الان كيف يسوي تحديث تلقائي لبرنامج كيف يسوي فحص تلقائي للكمبيوتر رح استخدم كرون اكتب SU حيشن دخل صلاحيات الروت دخل بسورت حق الروت اكتب كرون تاب طبعا رح ادخل على كرون تاب حقي ناقص E انتر الان هذا كرون تاب الخاص بي تمام كرون تاب هذا فيه شغلة فوق ما للم انا ستكلم عن الشغلة هذي ابي اسوي فحص للكمبيوتر عندي ولكن ابي اسوي ايضا تحديث القاعدة للبيانات حقه مكافحة الفروسات هذا طيب كيف اقدر رح تحدد بالدقيقة كم انا ابي بالدقيقة مثلا 30 الساعة 23 11 بالليل كل يوم هذي تعني كل يوم اش اسوي اقوم اسوي الله يسلمك فريش كلام بس بالطريق هذي رح اسويه كل يوم بالوقت هذا رح اسوي فريش رح ننفذ الامر هذا طيب ممكن على سان بس ما نغربط الدنيا لانه ممكن ما يشتغل بالطريق هذي ممكن يشتغل بالطريق هذي ممكن يشتغل بالطريق ذي اللي هي بن كلام لا فريش اي اوكي فريش كلام هذي هو ثم ممكن تحطو تحط له المسارع لبرنامج كامل بالسكل هذا ننسخ هذي ثم نجي طبعا بالمناسبة ممكن ما تحتاج انتجرب بس كرون تاب ناقص والله الدرس هذا شكل طويل زين طيب رح نرجي ونحطه بالدقيقة ثلاثين اليوم ثلاثة وعشرين كل يوم طبعا هذي تعني كل يوم تمام نحط له هذا وراح يسوي الشغل هذي انا بسوي فحص متى كل يوم بس وقت ثاني انا بسوي فحص كل يوم الساعة كم ساعة الثلاثة يعني خمس طاحش طبعا هو يستخدم بنظام اربع جمس ساعة تسين ثم طبعا فيه اللي هي day of month day of week فيه شغلات خاصة بالكرون لابحث عن المهام التلقائية عندي إذا تبتخصص يوم معين برسبوع تقدر يعني أنا ممكن نجي هنا وكتب يوم برسبوع يعني ممكن نحط له يوم ستة السبت اليوم لا واحد ثنين ثلاثة أربعة الخمسة الخميس ستة الجمعة أعتقد فيه ترتيب معين للرقام ترى ممكن تحط تقول أبي يفحص لي مثلا يوم الهد فاصلة يوم الاثنين فاصلة يوم الخميس يجب ترتيب لأيام الجديد الخميس يعني خمسة ترتيب خمسة أول كان عندنا عندنا بيسعودية يوم السبت أو هليوم بالسبوع مصيبة ما أقدر أحد العيوم واحد الاثنين لين الثلاثة ثلاثة صار في شيء منطقي للتسميع الخميس الخمسة لأجي معهم السبت لا عليك أخر صبوات طيب فأنا أجي وخلي كل يوم الساعة ثلاثة يسوي لي إيش الأمر التالي يسوي كلام سكان ناقص R ماشي عشان نسوي لسكي يوسف تمام ويش رح سوي ناقص R رح تسوي مثلا كوبي للفيروس كوبي انسخ الفيروس أو ممكن تسوي لي موف حسب مزانك ممكن تسوي موف تمام انقلوا على هوم مثلا يمكن عندك مجلدة اسمه فيروس تمام مثلا خطر سبلي ممكن تسمي باير تمام ثم خصائع ستنين يمكن تسوي ناقص اللوك مثلا تحفظ لك فار لوك تتويل ملف باللوك مزاجة ستنين باللوك سكان دوت لوك تبحث انه بعدين اقدر دخل لما الفائدة تفرج عليه ثم ايش بتسوي بالضبط تبتسوي اكس ناقص ناقص اكس ايش خلوه زين روح ثم حط الروت الان ش سيسوي كل اليوم الساعة ثلاث بالضبط سيسوي عملية فحص كامل الكمبيوتر عندك عن طريق هذا الامر طبعا هذا الامر انت تغيره على مزاجك حسب الخصائص اللي شرعت لك قبل شوية ايش تكتبو بنفذلك كل يوم صراح الدرس طويل جدا ولكن اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس نشوكم ان شاء الله في الدرس القادم لحد اني برامج قابل فروسات خلاص هذا من نزلنا لكم ما نستخدم استخدم بيئة واحدة اذا لا ننظر البيئات الثانية سوف اضر هم لن اغير سوف اجعل هم تغير لكي اعطيهم فيروسات بس هذا هو السبب نشوكم ان شاء الله بدا جايب سلام سلام اشتركوا في القناة